اشتركوا في القناة الخامس في مادة معدات او الالات والمعدات وهي مادة اساسية من مواد التخصص بتاعنا ان شاء الله النهاردة هناخد فيها الالات الحديثة والمتطورة في عمليات القصة وكل ما ادخل حديثا على نظام قص الخامات الخاصة بالاقمشة وغيرها من الخامات الاساسية اللي بنستخدمها في الملابس وايه هو كل ما هو جديد في العالم ووصل عندنا هنا والانظمة اللي احنا بنتبعها في هذه المعدات والمكينات الحديثة احنا كلنا عارفين ان لما بنيجي نقص الخامات بتاعتنا طبعا بيكون لازم معمول الاول البطرون بتاعنا وتعمله عملية تعشيء او بنسميه المتراج في المصانع الملابس الكبيرة وطبعا عارفين ان كلمة المتراج دي معناها تعشيء مقاسات مختلفة من النموذج الواحد في ورقة واحدة او على فرشة من عدد كبير من طبقات الخامات على الترابيزة وبيتم مقصها مرة واحدة المعروف طبعا ان احنا كان عندنا زمان النظام القص اليدوي ابتدى بعد كده يدخل عليه النظام القالي لحد ما وصلنا النهاردة باستخدام اجهزة القص اللي هي متصلة بالكمبيوتر او الحاسب الاني يدويا او لما نيجي نعمل انتاج فردي او قطعة واحدة طبعا كلنا عارفين ان احنا كنا بنستخدم المقصات اليدوية العادية طبعا مع اختلاف احجامها ومقاساتها واشكالها كمان ازاي الكلام ده طبعا بيبقى عندي على حسب المقاس حجم المقص بيكون وبستخدمه على حجم الخامة نفسها ونوع الخامة اللي هو المقص العادي اللي كلنا بنبقى عارفينه فيه ابتدى بعد كده المقص المعدن الكبير لما بيبقى مع خامة سميكة شوية فيه كمان نوعية تانية من المقصات اليدوية اللي احنا بنسميه المقص السورفلي او المقص اللي هو بنسميه احنا او اللي احنا عارفينه كله اللي هو المشارشة اللي انا بستخدمه مع المشار اللي بيكون سريعة التنسيل او انا عايز احافظ عليها فترة معينة لحد ما اقدر اجمع اجزاء المنتج بتاعي وما تنسلش مني الخامة بتاعتي جينا بعد كده قلنا حصل عملية تطور لما بقى فيه نظام الورش او المصانع الصغيرة وبقى يبقى فيه انتاج هنقول لي يعني انتاج محدود او انتاج كبير بس مش بالكمية اللي تخلي او تكفي احتياجات المستهلكين في البلد كلها بواجه عام ويتم التصدير للخارج كان فيه نوعيات المقصات الالية اللي احنا عارفينها طبعا اللي هو كان منها المقص المستطيل والمقص المستدير والمقص السيرفو او كنا بنسميه المقص المنشار وطبعا كل واحد منه لإستخداماته ومسماء على حسب السلاح اللي كان مستخدم فيه زي مثلا المقص المستطيل اللي احنا كلنا عارفين انه هو كان بيستخدم فيه نوعيات الخامات تقريبا المختلفة وكان هو الاقصر انتشارا او استخداما فيه مصانع الملابس الجاهزة وطبعا كان السلاح بتاعه اللي هو السلاح المستطيل وكانت الحركة بتاعته حركة ترددية من اعلى ومن اسفل بس كان بيحتاج فيه ان العامل هو اللي بيمسكه بيتحرك به هو بيقص الواحده يعني انا مش انا اللي بتحكي يعني مش انا اللي مسك المقصه عملا اقص انا مجرد ان انا بوجهه بس تمام المقص التاني اللي هو المقص المستدير اللي هو كان السلاح بتاعه اسمه جيه على شكل السلاح بتاعه اللي هو كان السلاح بتاعه عبارة عن حلقة او اطار دائري كده طبعا كان ليه استخدامات معينة او مقدرش استخدمه في حالات اخرى يعني مثلا في الزوايا او في الحرادات اللي هي الدياء مقدرش استخدمها بسبب شكل السلاح نتيجة لعدم استخدامنا او قدرتنا على استخدام هذه النوعية من المقصات في الزوايا الصغيرة او في المنحنيات الشديدة ابتدى يظهر عندي المقص التاني اللي هو السربو او بنسميه المقص المنشار اللي هو كان السلاح بتاعه شبيه للمستطيل هو بس الحجم بتاعه رفيع جدا هو كان برضو طويل كده بس السلاح نفسه حجمه رفيع جدا ما اقدر استخدمه في الزوايا او في المنحنيات الشديدة او اللي ما يقدرش السلاح التاني يجيبها سواء كان المستطيل او المستدير وطبعا احنا عارفين شكله كان ليه طربيزة كبيرة وهيبان طبعا معنا في الصور هنعرض الصور للمقصات دي عشان نفتكرها مع بعض طيب نتيجة برضو لزيادة الطلب من المستهلكين سواء كان محليا وطبعا احنا محتاجين ان احنا نسوق منتجاتنا عالميا فبقى عندي كمية انتاج كبيرة طيب هنكفي وقت ومجهود منين فابتدى يظهر للعالم كله تطور حديث للالات المستخدمة في مجال قص الملابس الجهزة منها طبعا اللي هي الحاجة الاساسية استخدام الحاسب الالي او اللي بنسميه الكمبيوتر طبعا طيب ازاي باستخدم الحاسب الالي في عملية القص الخاصة بمصانع الملابس الجهزة بنقول ان احنا عن طريق جهاز الكمبيوتر تدينا نستخدمه زي ما عرفنا قبل كده في فرد الاميشة نفسها على الترابيزات او على الطاولة الخاصة بفرد الاميشة اقدر استخدم الحاسب الالي في مكينات الفرد الحديثة وقلنا ساعتها ان مكينات الفرد الحديثة بتختلف طبعا حسب التطور اللي بقى موجود دلوقتي على حسب نوع الخامة وعلى حسب وزنها كمان هو بيقدر يتعامل معها طب بيقدر يتعامل معها ازاي عن طريق بعض البيانات اللي بتتخزن في جهاز الكمبيوتر نفسه اقدر من خلال وزن الخامة المحطوطة على مكينة الفرد نفسها بيستخدم نظام معين فيها ازاي يعني زي ما قلنا قبل كده في مكانة الفرد في عندي حسب نوع الخامة سواء كانت الخفيفة او السقيلة او ما خلافه اللي لها اتجاه واحد او غيره حسب الوزن هو الجهاز نفسه بيبرمج نفسه على سيستم معين الخامة دي اتعامل معها في عملية الفرد ازاي نفس النظام ده موجودة عندي في انظمة القص الحديثة او الات القص الحديثة اللي هي بالكمبيوتر يعني برضو يعني ايه الكلام ده بيقول لي يعني انا عندي جهاز كمبيوتر وعندي مكينة القص حديثة لها اشكال مختلفة واسلحة مختلفة هنعرفها مع بعض طيب القص نفسه بيتم ازاي بيتم عن طريق برمجة جهاز الكمبيوتر ازاي يعني احنا بنرسم البطرون عليه عرفنا ان احنا بنرسم البطرون على الكمبيوتر وقدر اعمل عملية التعشيق والمتراج على شاشة الكمبيوتر وبتظهر عندي بناء على نوع الخامة عرض الخامة طول الفرشة نفسها عدد الطبقات اللي موجودة عندي نوع الخامة اللي مستخدمة في تنفيذ المنتج نفسه او اللي مفروض عندي على التربيزة بتاعة الفرد او طولة الفرد بيبت يظهر عندي اجزاء البطرون المعشقة على شاشة الكمبيوتر وعن طريق توصيل جهاز القص او قلة القص بالكمبيوتر عن طريق نظام معين احنا بنبقى محددين ونعرف بعدين في حلقاتنا ان شاء الله النهاردة بتتم عملية القص تمام بناء على المعلومات والبيانات المسجلة في جهاز الكمبيوتر تمام كده ده بوجه عام الفكرة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة طيب هل في نوعيات الماكينات الحديثة اللي احنا بنقول عليها الخاصة بالقص المتصلة بالكمبيوتر اه زي ما هنشوف في حلقاتنا ان شاء الله النهاردة في عندنا اجهزة قص حديثة بدل السلاح المستخدم السلاح المعدني اللي كلنا كنا عارفين اللي هو السكينة نفسها بقى في عندي القص بالليزر بقى في عندي القص عن طريق المياه بقى في عندي القص عن طريق الموجات وده الجديد اللي موجود في مجال صناعة الملابس الجهزة زي ما هنشوف مع بعض طيب هل الماكينات والمعدات دي ليها نظام معين بتشتغل به عن طريق جهاز الكمبيوتر مختلف عن اللي قبل كده اه طبعا ليه انظمة مختلفة حديثة برضو هي دي اللي هنشوف ها ومحتاجين نركز فيها جدا وان شاء الله لما نشرحها مع بعض تبقى واضحة بالنسبة لكم هبقى حبة جدا ان انتو تعملوا زي نظام مقارنة لهذه الانظمة احنا تقريبا عندنا حوالي اربع انظمة حديثة بتستخدم في عملية القص بتختلف معانا على حسب نوع الخامة على حسب عدد الطبقات على حسب السرعة اللي احنا محتاجينها وهنعرف مميزات كل نظام منه وايه هي المواصفات الخاصة بالنظام بتاعنا تمام نبدأ مع بعض كده ونشوف بداية حلقتنا هتكون عبارة عن ايه احنا بنتكلم اول حاجة عندي الات ومعدات القص الحديثة والمتطورة احنا زي ما اتكلمنا قلنا كان عندي مقصات اليدوية المتعارف عليها طبعا ده حجم في حجم تاني منه اللي هو المعدن اللي بيقص عدد طبقات بس طبعا ده كل ده احنا بنتكلم في القص اليدوي ده المقص اللي كنا بنستخدمه في المقص ده اللي احنا بنقول عليه المقص المشارشر او السورفولي اللي احنا بنستخدمه زي ما قلنا في بداية حلقتنا مع الخامات اللي هي سريعة التنسيل عشان يحافظ على القص بتاعنا جي بعد كده بقى في نحية آلية شوية او اوتوماتيكية ده اللي هو القص او جهاز القص المستطيل زي ما شايفين حضراتكم اه دي السلاح بتاعنا عبارة عن سكينة طويلة وهنا اليد دي هو اللي بيتحرك بيها العامل بيحرك بيها جهاز القص على عدد الطبقات او الرصة اللي موجودة على الترابيزة تمام فيه كمان ده المقص المستدير برضو اللي احنا عارفينه وقلنا ان شكله او اسمه جاي من شكل السلاح نفسه زي ما هو قدام حضراتكم كده اللي هو السلاح المعدني المستدير ده برضو عن طريق اليد هنا هو بيتحرك بالعامل على طولة القص او الترابيزة وطبعا هنا عدد الرصة بيكون قليلة بمقارنة بالمقص المستطيل على حسب طبعا قطر السلاح نفسه فهي بتقص عدد طبقات اقل من السلاح اللي فات وزي ما قلنا برضو ان هو ما قدرش يجي يقصني بشكل مظبوط او منتظم الزوايا والمنحنيات فابتدى بعد كده يظهر عندي المقص المنشار او بنسميه السيرفو زي ما هو قدام حضراتكم كده دي الطاولة بتاعته او الترابيزة بتاعته ده شكل الجهاز نفسه او مكنة القص وشايفين الرفيع اوي ده هو ده السلاح نفسه اللي بيستخدم في قص الزوايا والمنحنيات اللي موجودة في المنتج بتاعي او في اجزاء اللموذج بتاعي ان ما يقدرش المقص المستطيل او المستدير ان هو يقصه كمام نيجي بعد كده لمعدات القص الحديثة اللي هي تخصني في المقرر بتاعي في الصف الخامس لتخصص الملابس الجهزة السنة دي المعدات القص الحديثة دي احنا قلنا العامل الاساسي اللي موجود فيها ان هي بتستخدم عن طريق الكمبيوتر طب هل المعنى كده ان الاجهزة اللي فاتت سواء كان المستطيل او المستدير او المنشار ما كانش ممكن يستخدم معاه الكمبيوتر بيستخدم معاه بس مش بالطريقة الكافية تمام او مش بالشكل المزبوط بتاعي لكن هنا سواء كان المعدات الحديثة المتطورة اللي احنا هنشوفها النهاردة هي دي العامل الاساسي فيها هو استخدام جهاز الكمبيوتر فبيظهر عندي تلات نوعيات من الالات الحديثة المستخدمة في عملية القص اللي هو القص بالكمبيوتر باستخدام اشعة الليزر ده جهاز قص حديث فيه كمان جهاز القص بالكمبيوتر باستخدام المية الموجات سواء كانت الاشعة فوق البنفسجية او الاشعة تحت الحمرة يبقى دي تلات نوعيات من مكينات القص الحديثة اللي احنا اللي احنا هنتكلم عنها ان شاء الله النهاردة بس حابة قبل ما نبدأ في شرح هزين النوعيات من المقصات او اجهزة القص الحديثة عايزة اعرف القص بالكمبيوتر نفسه عبارة عن ايه يعني مكونات ايه هيهمني في ايه هيفدني في ايه ايه السبب اللي بيخليني استخدمه بوجه عام القص بالكمبيوتر بيوفر لي وقته مجبود كبير جدا تمام اقدر كمان من خلال الانظمة اللي احنا هنشوفها ان شاء الله في استخدامه ان هو يقدر يربط لي عدد كبير من المصانع على ابعاد مختلفة من بعض يعني ممكن يكون كل مصنع في مدينة مختلفة عن التانية واحدة منهم بتبعد عن التانية او كلهم بيبعد عن بعض الاف الكيلومترات يعني على مسافات متبعدة جدا بس ادي امر للقص في وقت معين بيشتغل المصانع كلها في وقت واحد يعني انا وليكن صاحب مؤسسة كبيرة عندي كذا مصنع في مدن او في محافظات مختلفة هقص الخط الانتاج بتاعي دلوقتي وليكن تيشيرت بانطلون ايا كان نوع الخط فانا ضبط جهاز الكمبيوتر بتاعي على قص متراج معين او تعشيء لاجزاء نموذج معين هيتم تنفيذ الاص ده في الاربع او الخمس مصانع بتوعي طيب بدل ما اعمل جهاز هنا وجهاز هنا وجهاز لانا عملت جهاز واحد وربطت من خلاله الاربع او الخمس مصانع بتوعي ودتهم امر للقص في وقت واحد معنا كده ان المصانع بيكون عارفة الوقت اللي هبدأ فيه القص وكان تم عملية فرد طبقات او رصة القماش على الترابيزات وكله جاهز بالخامة الاساسية اللي احنا متفقين عليها اديت امر للبدء في عملية القص القص اشتغل في الاربع مصانع مع بعض في وقت واحد يبقى كده وفرني في الوقت وفرني في المجهود وداني الانتاج بالكمية الكبيرة تمام طيب هل ده ان هو بينفع مع المصانع العادية طبعا لا هو ده بيستخدم في المصانع او المؤسسات العالمية اللي هي بتحتاج طاقة انتاجية كبيرة بتطلع لي عدد مهول او عدد غير طبيعي من القطع الملبسية للمستهلكين في جميع انحاء العالم فعلشان كده بدي امر واحد بينفز لي في عدد مصانع طيب ده مفيد طبعا مفيد وفي نفس الوقت التكلفة بتاعته التكلفة بتاعته عالية بس مقارنة بالانتاج اللي هيطلع مش هتكون عالية لكن لما يجي نفز النظام ده في مصانع الانتاج بتاعها قليل الى حد ما طبعا هتبقى التكلفة في الحالة دي عليهم عالية جدا طيب النظام ده منتشر منتشر طبعا مع المؤسسات الكبيرة تمام كده طيب هل الجهاز الكمبيوتر ده هو بيشتغل جهاز الكمبيوتر بس الواحده ولا في مكونات تانية معاه طبعا في مكونات ايه هي المكونات اللي احنا ممكن نستخدمها طبعا الترابيزة بتاعت القص نفسها لازم تكون لها مواصفات معينة سلاح القص نفسه او جهاز القص نفسه هيكون طبعا واحد في المصانع المختلفة اللي انا هتديها الامر فلازم تكون عارفة القص نفسه هيكون ازاي كمان جهاز الكمبيوتر نفسه فيه طبعا وحدات الادخال وفيه وحدات الاخراج وفيه وحدة المعالجة وفيه كمان الانظمة اللي انا هستخدمها في عملية القص نفسها تمام اللي احنا قلنا ان هي عبارة عن اربع نوعيات من الانظمة اللي هي الاوتوماتيكية اللي هي بتشتغل تلقائيا مجرد ما ديها الامر وهنعرف منها مجموعة سواء كانت الدايموند او انفسترونيكا او التوباز او ما خلافه وهنعرف مواصفات كل واحد منك نبدأ كده مع بعض ونشوف اول حاجة القص باستخدام الكمبيوتر او الحاسوب هنشوف لما يجي يقول لي تكلم عنها هعمل ايه ده الشكل الاساسي بتاعنا بيكون ده الجهاز بتاع القص وقادي جهاز الكمبيوتر اللي بيكون قريب منه او اللي بيستخدم معاه طبعا بيبقى ظاهر عندي هنا على الشاشة عملية التعشيق النفسها اللي موجودة على الحاسب القالي وبناء عليه بتتم عملية القص اللي موجودة هنا شايفين حضراتكو فيه عندي ده الجهاز ده ده جهاز القص نفسه السلاح بيكون تحت على حسب نوع السلاح اللي ماتفقين عليه هيكون هيستخدم سواء الليزر او المية او ما خلافه تمام طيب الجهاز ده او راس السلاح دي زي ما شايفينها كده هتلاقيها بتتحرك على حامل او قائم هنلاقيها بتتحرك يمين وشمال والحامل ده نفسه بتتحرك لقدام وورا بحيث ان هو يستخدم او يتحرك على مسافة الطاولة كاملة اللي هي اللي موجود فيها عملية البطرون نفسه او الرصات اللي موجودة من القماش يبقى انا جهاز عندي اهو عندي الترابيزة نفسها وعندي جهاز الكمبيوتر وعندي جهاز القص نفسه اللي هو بيختلف فيه نوعية السلاح اللي هتستخدم عليه لو تاخدوا بالكو برضو هنا الترابيزة شكلها مختلف شوية هتحسوا ان هي اللي موجود عليها ده زي احيانا ممكن يكون سير من الجلد او مجموعة من السيور على حسب سلاح القص اللي انا هستخدمه طيب كمان هنعرف مع بعض ان احيانا بيكون الترابيزة دي او الطولة دي بتكون متحركة او سبتة على حسب نوع الخامة اللي انا هستخدمها او على حسب الموديل اللي انا هقصه تمام ده شكل تاني برضو للجهاز بتاعي او الجهاز القص بالكمبيوتر ادي الترابيزة نفسها وادي جهاز الكمبيوتر موجود عندي اهو وهنا عادي عندي موجود الحامل اللي بيحمل السلاح نفسه سلاح القص تمام وهنا الحامل ده احيانا برضو بتكون فيه او بتحط عليه التوب بتاع القماش لان انا ممكن استخدم من التطور الحديث الحاليا اللي موجود الترابيزة نفسها او الجهاز نفسه اقدر استخدمه لعملية فرد القماش وفي نفس الوقت بعديها على طول عملية القص وبيتحرك فرد القماش من الجزئية دي وبعد كده بيتحول للاجزاء المقصوصة الناحية التانية دي شاشة الكمبيوتر اللي موجودة اه او اللي بتستخدم مع العملية القص بالكمبيوتر شايفين حضراتكو قدامكو اهو على الشاشة بيبقى الموجود قدامي الرصة او العملية التعشيء للنموذج بتاعي بالشكل ده على حسب المقاسات وعلى حسب الموديل وطبعا بتكون عملية التعشيء متحدد فيها عرض الخامة نفسها او عرض القماش اللي احنا بنستخدمه ونظام القص اللي احنا هنستخدمه تمام وبناء على الشكل اللي موجود قدامنا ده او عملية التعشيء بيتم تحريك سلاح القص على الطاولة او على الترابيزة بحيث ان هو يطلع لي الاجزاء بالشكل اللي موجودة او اللي متخزنة عنده على الجهاز فيه كمان ميزة هو بيظهر لي فيها او بيبينها لي عشان اعرف ايه اللي تقص وايه اللي ما تقصش بنلاقي ان بيظهر على الشاشة الاجزاء المقصوصة بتبقى بلون والاجزاء اللي لسه ما تقصتش بتكون بلون تاني خالص مختلف ففي الحالة دي ببقى انا عارف ايه اللي تقص وايه اللي ما تقصش يعني احيانا انا بيبقى ظاهر عندي زي ما كان قدام حضراتكم على الشاشة البطرون او اجزاء البطرون بمقاساته المختلفة كل مقاس بلون طيب هنلاقي الاجزاء اللي تقصت ممكن يظل الهالي يخليها لي غمقى والاجزاء اللي ما تقصتش بتفضل لسه بلونها او العكس على حسب النظام ففي الحالة دي القائم او العامل اللي واقف قدام منضدة القص نفسها او قدام جهاز القص بيبقى متابع ايه اللي تقص ايه الاجزاء اللي تقصت حاجة بيبقى جهاز الكمبيوتر او الماكينة زي ما هنعرف بعد كده بيكون مجهزة ان هي اتوضح لي ايه الخطأ اللي موجودة عندي او ايه سبب المشكلة اللي ظهرت عندي وهكذا يبقى هنا وظيفة العامل او القائم بالعمل قدام الجهاز القص متابعة فقط لغير لعملية القص نرجع نكمل مع بعض بصوا كده معنا على الشاشة دي بعد ما تمت عملية القص يعني دي اه دي طاولة القص بتاعتنا هنا كان القماش مفروض او الرصة اللي موجودة وراء اهيه تمام هنا ده الحامل اللي هو قدام حضراتك وفي ناحية بالعرض اهو او في حامل بالعرض هنا بيبقى عليه سلاح القص نفسه سواء كان الليزر او ما خلافه او الموجات المستخدمة في عملية القص فبنلاقي التعشيق موجود وراء وهنا بعد ما تمت عملية القص وابتدت الاجزاء المقصوصة تتحرم هنا هنلاقي ان هنا على الطاولة هنلاقي ان هنا بقى سير السير ده السير الجلدي ده اللي بيتحرك وبيحرك لي معاه الاجزاء المقصوصة عشان تتابع عملية القص يتابع السلاح تاني عملية القص في الاجزاء اللي بقية تمام ده الشكل العام لما بتتم عملية قص اجزاء البطرون بتاعي نيجي بقى نشوف هنكتب الكلام او اللي احنا شرحناه ده كله احنا كل ده شرحناه طريقة شفاهية بحيث ان يكون الفكر موجود عندي نيجي بقى نكتب في الامتحان ده اللي همينا جدا نبقى عايزين نعرف هنكتب الكلام ده ازاي هنشوف كده مع بعض بيقول لي ان في عملية القص بالحاسب القالي بيكون الحاسوب اللي هو الكمبيوتر بتاعنا هو المتحكم والمسيطر على عملية فرد وقص الاقمشة بكفاءة وصرع عالية زي ما قلنا ان في في التطور الحديث حاليا بتكون احيانا الماكينات المستخدمة بتكون بتستخدم في عملية الفرد والقص بعدها على طول في نفس الوقت عن طريق السير المتحرك اللي احنا شفناه في الترابيزات القص هنا بيتحرك عملية الفرد وبتابع جهاز القص القص عن طريق المعلومات المخزنة على الكمبيوتر نفسه بتبقى ظهرة قدام العامل على شاشة الكمبيوتر يبقى هنا الحاسب القالي او الحاسوب هو المتحكم والمسيطر في عملية فرد وقص لا اقمشة هنا يهمني بكفاءة وسرعة عالية تمام كما يمكن ان تعمل كنظام قص مركزي نظام قص مركزي يعني ايه اهو يعني يتحكم في عدة مصانع في وقت واحد في عدة مصانع في وقت واحد ده اللي احنا لسه كنا قيلين عليه رغم تواجدها في مدن متفرقة يعني مش كلهم موجودين في مدينة واحدة مش كلهم موجودين في دولة واحدة مش كلهم موجودين في محافظة واحدة تمام اه وعلى بعد مسافات اللي هي الاف الكيلومترات تمام هنا بيقول لي ان الكلام ده او تنفيذ او استخدام عملية القص المركزي بتبقى معايا بتتوقف على ايه بتتوقف على الطاقة الانتاجية المطلوبة والكفاءة العالية في تشغيل هذه الانظمة يعني ايه الكلام ده زي ما قلنا يعني لما يجي استخدم النظام القص المركزي ده اللي هو عن طريق غرفة تحكم معينة ان هي تدي لأمر لمجموعة من المصانع المتفرقة في دول او في مدن مختلفة عن بعضها عملية القص المركزي دي بتكون بتنفذ او بتستخدم فقط لما يكون محتاج طاقة انتاجية كبيرة كمية كبيرة من الاجزاء المقصوصة اللي محتاجة تدخل في مراحل التشغيل وتكفي كمية كبيرة من المستهلكين سواء كان في السوق المحلي او العالم كمان بيقول لي ان من المعروف ان هذه الانظمة ذات اسعار مرتفعة جدا وده اللي احنا اتكلمنا فيه هل هي فعلا غالية طبعا غالية لان انا لما بتحكم يبقى فيه غرفة خاصة مركزية بتتحكم في عدد كبير من المصانع او في عدد من المصانع في دول المتفرقة دي طبعا محتاجة تكلفة عالية للتوصيلات وخلافه سواء كان اللاسلكي او طبعا الواي فاي او ايا كان نوع عملية الاتصال عن طريق الانترنت او ما خلافه ففي الحالة دي هي محتاجة تكلفة عالية جدا وان انا اتحكم اربط الانظمة دي كلها عن طريق بس بالتكلفة دي امتى لما يكون الانتاج كبير فهيتوزع تكلفة الاستخدام النظام ده على عدد كبير من المنتجات فهتكون في الحالة دي النسبة اللي تحطت على سعر المنتج بتكون اه قليلة في حالة بقى لو انا استخدمته في مصنع انتاج ومحدود حتى لو كان انتاج اه تصدير بس مصنع واحد او مصنعين فقط ففي الحالة دي بيكون تكلفتها عالية نشوف مع بعض كده الكلام ده بنقول ان هي ذات اسعار مرتفعة جدا لا تتماشى الا مع الانتاج الضخم تمام كده لا تتماشى الا مع الانتاج الضخم سواء كان للانتاج المحلي او للتصدير للخير خلاص كده احنا اتفقنا ان هي بيكون اسعارها مرتفعة جدا او استخدام نظام المركز للقص ده بيكون مرتفع الا في حالة الانتاج الضخم طيب نيجي نشوف ايه هي الاجزاء الرئيسية لوحدة القص بالكمبيوتر ايه هي الاجزاء الرئيسية لوحدة القص بالكمبيوتر الشكل العام بتاعنا ان هي متقسمة معايا طولة القص اللي هي التربيزة اللي هي المندضة القص تاني حاجة الكمبيوتر المتحكم في عملية القص نفسها وتالت حاجة المقص كلنا عارفين شكلها او ممكن يبقى فيها بعض التغيرات هتبقى حاجات بسيطة والمقص طبعا هيختلف على حسب اللي احنا هنستخدمه نوع القص اللي احنا هنستخدمه زي ما قلنا مع التطور الحديث سواء كان بالليزر او بالمية او بالموجات طيب الكمبيوتر المتحكم بقى نفسه الكمبيوتر ده هل لي اجزاء تاني او مكونات تانية اه ايه هي بقى الكمبيوتر عبارة عن ايه لازم يكون فيه وحدات ادخال لازم يكون فيه وحدة المعالجة لازم يكون فيه وحدات اخراج برامج التشغيل نفسها وانظمة القص يبقى شوفوا الكلمة بسيطة هيبقى عبارة عن ايه يعني وحدة القص بالكمبيوتر هما تلات حاجات تاني هنقول مع بعض طاولة القص او الترابيزة او منضادة القص الكمبيوتر المتحكم والمقص طب الكمبيوتر المتحكم وحدات ادخال وحدات اخراج وحدة معالجة وبرامج للتشغيل وانظمة القص نفسها طيب تعالوا كده نشوف مع بعض اول حاجة فيه هي طولة القص ايه هي المميزات بتاعتها او هي بتبقى عبارة عن ايه بيقولي هي عبارة عن لوحة سبتة او متحركة لوحة سبتة او متحرك ايه يعني طربيزة عادية خالص الشكل العام المتعرف عليه اللي هي المسطحة فيها امكانية ان هي تفضل مسطحة بشكل افقي او تتحرك معايا لاعلى فبتديني الشكل رأسي هنا بنقولي اما سبتة تفضل سبتة زي ما هي يعمل امكانية التحريك ان هي تبقى وقفة معايا وطبعا ده بيبقى على حسب نوع الخامة والتصميم اللي انا هقص عليه او هشتغل عليه طيب هنا بنقول لوحة سبتة او متحركة نكمل مع بعض كمان بيقولي بتكون مزودة بنظام شفط وطرد للهوى الهوى اللي هو احنا انا سمعاك وهو بتقوله ده اكيد الهوى اللي موجود بين طبقات القماش طبعا ده الكلام ده مظبوط اللي احنا عارفينه قبل كده سواء كان شفط او طرد للهوى لان هو بحيث ان هو يخليلي طبقات او الرصة بتاعة القماش بتكون بدل ما هي مرتفعة جدا لا هو يضغطها لي ويفرغلي الهوى بين طبقات القماش عشان يكون سهل في عملية القص وحافظ كمان على ابعاد الاجزاء المقصوصة بتاعتي لما تطلع تكون ابعادها متساوية ما تبقاش جزء تحرك عن جزء فيبقى الشكل العام او الخط الخارجي بتاع الجزء المقصوص مش متساوي في جميع الطبقات او على ارتفاع الرصة كلها مع بعض تمام يبقى هي كمان مزودة بجهاز شفط او طرد للهوى اللي هو بين الطبقات اللي هو علشان ما يخليش فراغات بين طبقات او رصات القماش فوق بعضها نرجع تاني ونشوف ليه نأكد تاني مع بعض يبقى مزودة بنظام شفط وطرد للهوى لضمان تفريغ الهوى بين طبقات الرصة وتماسكها تمام كده طيب ايه كمان بيقولي بتغلى في سطح الطولة دي اللي هي الترابيزة بطبقة من النيلون بطبقة من النيلون ليه ايه السبب بيقولي لسهولة تحريك المقص عشان يبقى سهل ان هو يتحرك وما يعمل ليش عملية يعني تانيات في القماش اثناء عملية الحركة طيب نيجي بعد كده للمقص طيب المقص هبقى محتاج ان انا اركز على المقص نفسه والسلاح بتاع المقص طيب المقص بيقولي ان هو بيكون محمول على عمود متصل بسير زي ما شفناه في الصور اللي كانت معانا قبل كده احنا قلنا ان هي كان شكل عرضي كده او عمود تمام انا عندي حامل وعندي عمود افقي موجود كان عمود كده من فوق وفي عمود افقي موجود عندي متحمل عليه او متشال عليه او هو شايل جهاز كده مربع هو ده الجهاز اللي بيتحرك معي يبقى في الحالة دي ان هو بيقولي ان هو محمول على عمود العمود هو العمود الافقي ده تمام بيقولي ان هو متصل بسير بسير اللي هو السير اللي هو بيحرك سواء كان العمود نفسه يتحرك لقدامه وورا او السلاح نفسه لما يتحرك يمين وشمال فهو لازم يكون فيه سير يساعده على الحركة بتاعته تمام نرجع تاني ونشوف هو محمول على عمود متصل بسير يتم قيادته بوسطة محركين يعني ايه اللي بيحركه محركين المحركين دول موجودين فين يمين ويصار تبعا لأوامر الحسوب اللي هو الحاسب الآلي او الكمبيوتر ايه هي الأوامر بتاعته اللي هو شكل البطرون او شكل تعشيء اجزاء البطرون اللي موجود قدامي على شاشة الكمبيوتر اللي هو بيبقى موجود جنب المكانة نفسها او جنب الترابيز يبقى هو في الحالة دي السلاح اللي بيتحرك على سير اللي هو محمول على العمود بيتحرك عن طريق محركين يمين وشمال الجهاز القص نفسه بيتم التحريك بناء على أوامر الحسوب اللي هي الرسمة اللي موجودة او اللي هي مخزننها في الحاسب الآلي نفسه تمام؟ نرجع ونشوف طب سلاح القص بقى نفسه بيقول لي سلاح المقص ده بيكون معلق رأسيا تمام؟ وبيتحرك حركة ترددية يعني يه بيتحرك حركة ترددية يعني زي ما شفنا قبل كده في السلاح المستطيل انه هو بيتحرك حركة ترددية لأعلى والأسفل او على حسب نوع السلاح اللي احنا هنستخدمه بعد كده وهنشوف هيتحرك ازاي بهو معلق وبيكون رأسي يعني انا عندي طبقات اللي ماشي هنا كده او الرصة هنا هو بيتحرك حركة رأسية هو موجود هنا فوقيه كده بالزبط وبيتحرك كده وبيفضل ماشي يمين وشمال اللي هو الحركته نفسها على العمود بس هو طالع ونازل كده يبقى السلاح نفسه طالع ونازل وبيتحرك يمين وشمال على العمود اللي هو شاي طيب قلنا بيتحرك بناءا على القصة اللي موجودة او المعلومات اللي دخلة على جهاز الكمبيوتر نرجع تاني بيقول لي بيتحرك حركة ترددية كمان بيقول لي ان لازم يكون سلاح المقص ده بيسهل سنه بيسهل سنه يعني بيتسن بسهولة وايه كمان ويسن آليا ازاي يسن آليا بيسن آليا عن طريق جهاز الكمبيوتر نفسه او البرنامج اللي موجود فيه اهو ويسن آليا حيث يوجد برنامج معدل السن معدل السن اللي هو بيسنه للسلاح نفسه ولا يتعرض للخدش يعني ما يبوزليش سن السلاح كمان الجهاز ده او البرنامج ده مجهز بايه كمان بيقول لي بيقيس عدد ضربات السلاح وسرعته عند القص بيقيس عدد ضربات السلاح وسرعته يعني بيطلع وينزل كام مرة في وقت قد ايه وبيكون سرعته قد ايه طب ده هيفدني في ايه هنعرف بعد كده انه هو هيفدني انه هو بما يتناسب مع نوع الخامة نفسها هل هي ممكن تكون الياف صناعية فسرعته دي ممكن تحرقلي او تفحملي الاطراف الخارجية مكان عملية القص نفسها فنكون محتاج ابطأ السرعة شوية او اقل العدد الضربات تكون على مسافات طبعا دي بيكون على حسب نوع الخامة المستخدمة وكمان على حسب التركيب النسجي بتاع الخامة يبقى الخامة النسجية سواء كان السادة او المبرد او الاطلس اكيد مش هيكونوا متسويين في عدد الضربات وفي السرعة لان هي طبعا بتختلف من تركيب نسجي لتركيب نسجي طبعا سواء كان بسيط او بيتعقد بعد كده بيبقى التركيب معقد وطبعا نوع الخامة سواء كانت طبيعية او صناعية او مخلوطة بتفرق يبقى هو هنا وظيفة البرنامج اللي موجود في الجهاز ده هو هنا اول حاجة بيسنلي السلاح بتاع القص وما بيخليش فيه خدش تاني حاجة بيقيس عدد الضربات تالت حاجة بيقيس سرعة القص وده اللي بيفدني في ان انا احافظ على ابعاد المنتج بتاعه او الاجزاء المقصوصة بدون ما يحصل لها اي نوع من انواع التلف عشان ما اخسرش في الانتاج بتاعه نرجع ونكمل مع بعض كمان هنا بيقول لي ان التركيب النسجي بيقول لي ليه تأثير زي ما احنا لسا قيلينا هو ليه تأثير في عملية القص يعني ايه الكلام ده بيقول لي لان سرعة القص بتزيد مع التركيب النسجي البسيط زي ايه زي الاطلس وبتقل مع السادة وبتقل اكتر مع المبرض لان احنا زي ما احنا كنا لسا قيلين ان الجهاز المعد اللي فيه البرنامج الخاص اللي بيقيس عدد الضربات والسرعة بتاعة سلاح القص نفسه لازم بيقسها لاني لازم يكون عارف نوع الخمل اللي انا باستخدمها او اللي انا بقص عليها هنا بنقول ان هي السرعة بتاعته بتقل مع النسج البسيط او اللي تركيب نسجه بسيط زي الاطلس ممكن ازود السرعة شوية مع النسيج السادة بس هنا بتكون الحركة قليلة يعني انا ازود عدد الضربات بس بتكون الحركة قليلة طب لما يجي مع المبرض هنا بيحتاج بقى شدية فهنا بتكون اقل اكتر مع المبرض وده بيكون نتيجة للايه نتيجة للمقاومة ما احنا بنقول ان التركيب النسجي اصبح معقد فمقاومة السلاح بتكون اشد فعشان كده سرعته غصبا عن السلاح بتقل كل ما بيزيد عملية التعقيد يعني سرعة السلاح بتقل في مقاومة بتحصل في الخامة نفسها لو بسيط بتزيد السرعة فانا لازم اقللها عشان ما تحصلش عملية احتراء او تفحم للاطراف لكن مع المبرض احنا عارفين ان التركيب النسجي بتاع خامة المبرض بيكون معقد شوية فهنا لازم السرعة بتاعت السلاح بتقل غصبا عني فانا لازم انا اللي بزودها نتيجة لمقاومة التركيب النسجي بتاع الخامة نفسها نرجع نكمل بيقول لي ان هو نتيجة للمقاومة التي يتلقها السلاح وحتى لا يؤدي ذلك الى تلف جزئي او كلي للسلاح نفسه طيب كمان عملية الاصل بتختلف او بتتأثر على حسب نوع الالياف او طبعا اللي هي الياف الخامة نفسها بيقول لي ليها تأثير طبعا في عملية الاص وده طبعا حتى لا يؤدي الى انصهرها زي ما احنا قلنا طيب نيجي لتالت حاجة او تالت مكون عندي من وحدة القص بتاعتي احنا قلنا اول حاجة كانت الطاولة تاني حاجة كانت المقص والسلاح بتاعه وعرفنا سرعته او عملية الاصل نفسها سواء كانت بتأثر بالتركيب النسجي او بنوع الالياف نيجي لتالت حاجة او تالت مكون عندي من وحدة القص وهي جهاز الكمبيوتر نفسه تمام نيجي نشوف الكمبيوتر المتحكم في عملية القص بنقول زي ما قلنا ان هو بيتكون من وحدات ادخال وحدات اخراج وحدة المعالجة وكمان الانظمة بتاعة التشغيل طب تعالوا بقى نشوف كده مع بعض وحدة الادخال زي ايه? طبعا انا سمعاكم كلنا عارفين طبعا الكلام ده متكرر كتير خلاص احنا بقينا في سنة خمسة وحدات الادخال زي لوحة المفاتيح اللي هي الكيبورد طبعا اه في الفقرة اللي هو الماوس في الماسح الضوئي اللي هو زي آلة التصوير او مكانة التصوير طيب وحدات الاخراج زي الشاشة اللي هي شاشة الكمبيوتر طبعا ببقى شايفة قدامي المتراج او عملية التعشيء الكاملة بيكون ظهرة قدامي على الشاشة او عن طريق الطبعة سواء لو كنت هطبع اه شكله مصغر لعملية التعشيء او البلوتر لو انا كنت هطبع على ورق كبير وبيتم حطه او وضعه على الرصات من اعلى فبتسميها في الحالة دي مكانة الطبعة الكبيرة اللي هي البلوتر فيه كمان عندي وحدة المعالجة ووحدة المعالجة دي طبعا اللي هي بتتكون من الزاكرة ووحدات التقزين سواء كانت الضوئية او المرنة او الصلبة ووحدة المعالجة نفسها والزاكرة الموجودة في الحاسب الالي بتاعي تمامي احنا كده عرفنا وحدات الادخال وحدات الاخراج وعندي وحدة المعالجة اللي هي زي ما قلنا الاقراس المرنة الاقراس الصلبة قلنا الزاكرة نفسها بتاعة الجهاز والزاكرة الثانوية كمان اللي موجودة تعالوا نكمل كده مع بعض فيه كمان عندي برامج التشغيل نفسها يعني برنامج القص نفسه بيقدر يتعامل مع ايه بيقول لي هي برامج بتتحكم في تشغيل المقص تبقى لاجزاء النموذج المحملة عليه وبيقول لي ان بتتحكم في حركة التغذية العكسية للسلاح في المناطق اللي بتحتاج الى حركة عكسية بقى لازم هنعرف برضو في الانظمة اللي جاية بعد كده لانظمة القص هنلاقي ان معظمها بتقدر ان هي تتعامل مع برنامج الويندو عادي لحد الفين واثنين فدي الانظمة اللي هي بتبقى موجودة في جهاز الكمبيوتر نفسه وتقدر تتحمل البرامج اللي بتستخدم فيه عملية اعداد وعملية التعشيق الخاصة باجزاء البطرون وتساعد في تحميل عليها عملية او برامج الخاصة بالقص بدون اي تلف لاي نوع من اجزاء الجهاز الكمبيوتر نفسه طيب فيه كمان عندي انظمة القص بقى نفسها ودي اللي احنا محتاجين نركز عليها شوية ونعرف الفرق ما بينهم ويفضل زي ما قلنا في بداية حلقتنا نعمل مقارنة بعد ما نذكرهم كويس نعمل مقارنة ما بينهم لان احيانا كتير بيجي منهم سؤال في الامتحان اعمل انت مقارنة او تكلم على احد الانظمة اللي بتستخدم فيه القص بالكمبيوتر او اذكر اه انظمة القص بالكمبيوتر مع شرح واحد او اتنين منها ممكن يجيلي السؤال باي شكل من الاشكال فاحنا محتاجين ان احنا نركز عليها وخصوصا ان هي اه جزء جديد اه علينا في اه مادة المعدات يعني يمكن اللي فات قبل كده عندنا فكرة او خلفية عنه مع طبعا اه اه معلومات جديدة تم الاضافة لها بس الجديد فعليا هي الانظمة اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي نشوف كده مع بعض بيقول لي هناك عدة انظمة للقص باستخدام الكمبيوتر تمام اشهرها واللي متعارف عليه واللي هي الاكسر استخداما او الشيوعا في الاستخدام هو نظام القص الاوتوماتيكي اللي هو انفس كت تمام بيقول لي هذا النظام بيتكون من اربع تصميمات يعني هو نفسه بيتكون من اربع تصميمات بداخله انا استخدم اي واحد منه تمام طيب ايه الفرق ما بينهم هنا بيقول لي هون بتختلف فيما بينها من حيث اول حاجة سرعة تاني حاجة الامكانيات المتاحة فيه تالت حاجة الخامة اللي هتستخدم مع النظام ده ايه يبقى كل نظام لخامة معينة او هو بيستخدم مع خامة معينة من الخامات الخاصة بالقمشة او اللي بتستخدم فيه تنفيذ المنتجات الملبسية التي تقوم بقصها تمام يبقى تاني انه بنقول ان هي اه انظمة اشهرها هو نظام القص الاوتوماتيكي اللي هو انفس كت والتاني بنقول ان هو بيتكون من اربع تصميمات بتختلف ما بينهم لو جالي مثلا في صورة اكمل بتختلف تصميمات النظام القص الاوتوماتيكي فيما بينها من حيث نقاط ونقاط ونقاط هيكون ايه السرعة والامكانيات والخامات اللي بتقوم بعملية قصة تمام طب ايه هي الانظمة نفسها هم دول الاربع تصميمات من الانظمة اول حاجة دياموند تاني حاجة سفير في عندي توباز في عندي كوارتز تمام هي دي نوعيات او التصميمات الخاصة بانظمة القص اللي احنا ان شاء الله هندرسها في مقررنا السناني اه هي مسمياتها تبعا للمجوهرات الى حد ما سواء اه الانماس او الحجر الكريم او ما خلافه فهي مسمياتها اه لو الترجمة بتبقى اتبع الاحجار اه الكريمة فاحنا محتاجين يعني انتو بس دي معلومة خارج المقرر بتاعنا بس تكونوا عارفين اه المسميات دي عبارة عن ايه يعني هنبدأ في اول حاجة ده الشكل العام اه بتاع طرابيزة القص اللي بتستخدم اه معاها هذه الانظمة هنعتبر ان دي طرابيزة القص نفسها اللي هي الخاصة بالانفسترونيكا وده جهاز الكمبيوتر او الحاسب اه الحاسوب اللي معد عليه او متبرمج عليه الشغل بتاعنا هنا ده الحامل اللي بيحمل السلاح او هنا الجهاز اللي بيستخدم معاه النظام الخاص بالكمبيوتر هنا بتتم فرد اه الاجزاء والآه اسفة هنا بيتم فرد الاقمشة وعليها الاجزاء اللي بيتم قصها عن طريق الانظمة وبعد كده بتترحل معايا للاجزاء المقصوصة هنا ده شكل مبسط لانظمة القص والطاولة اللي بتستخدم فيها نبدأ في اول نظام معانا اللي هو نظام الدياموند وده لقص الانفسترونيكا نظام دياموند القص انفسترونيكا ده الشكل بتاعه دي وحدة القص اللي بتستخدم فيها او اللي معروفة بيه اللي هي الخاصة بالدياموند شايفين حضراتكو هو ده اه وحدة القص نفسها هنا موجود السلاح بتاعي زي ما شايفين حضراتكو هي موجودة على حامل اهو هنا بتتحرك يمين وشمال عن طريق السير الاسود اللي هو ظاهر قدام حضراتكو ده هنا عملية هنا فرد الاقمشة اللي هي الرصة نفسها وهنا لو تاخدوا بالكو هنا الاجزاء اللي تقصت وتم ترحيلها على الجزء التاني من الطولة او من الترابيزة طيب محتاجين نعرف ايه النظام ده وايه المميزات بتاعته وشكل الترابيزة القص بتاعته عبارة عن ايه اه بوجه عام احنا زي ما احنا قلنا هنلاقي في نظام من الانظمة اه هو الاكسر استخداما والاكسر شيوعا وبيستخدم غالبا مع نوعيات مختلفة من الخامات هنلاقي نظام تاني بيستخدم مع الخامات المعقدة او الخامات اللي هي التركيب النسجي بتاعها معقد زي مثلا النسجة اللي هي التركيب النسجي بتاعها المبرد او الاكسر تعقيدا من كده كمان هنلاقي نوع من الانظمة اه بيستخدم مع الاقمشة الحساسة شوية او اللي هي الخامات اه الحريرية الى حد ما او اللي هي ممكن تكون اه يعني محتاجة معاملة خاصة في عملية القص نفسها هنلاقي برضو نظام بيستخدم في اه قص الجلود لانه طبعا احنا في مجال الملابس نقدر نستخدم اه الجلود في تنفيذ المنتجات بتاعتنا هنلاقي في نظام تاني بيستخدم مع اقمشة التنجيد فقط او اه الامشة المستخدمة في الاساس اه المنزلي اه هنلاقي ده نوع من التفرقة ما بينهم هنلاقي نوع اه او تفرقة تانية اه السرعة بتاعت كل واحد منه اه هل هو بيقدر كمان ان انا ادي له اكتر من امر في اه الوقت الواحد وهو يخزن ده في الزاكرة بتاعته وينفز لي امر بعد امر في بعض الانظمة منهم ما بتقدرش ده هي بتديها امر واحد وبعد كده لما بيخلص نديها الامر اه التاني اه كمان بتختلف اه فيما بينها طبعا الانظمة دي هنلاقي بتختلف في عدد اه اه طبقات الرصة الخاصة بل اه رصة القماش نفسها على اه اه الطاولة اه في مجموعة منها او في انظمة منها ممكن نستخدمها في عدد اه طبقات من الامرشة كتير او الرصة بتاعتها بتكون اه مرتفعة في انظمة تانية هنلاقيها لا هي بتقص عدد قليل من اه الرصات او اه عدد قليل من الطبقات في الرصة الوحدة وفي الحالة دي احنا بنستخدمها في اه قسم العينة يعني ما بنشغلهاش ما بندخلهاش في اه قسم الاص للانتاج الكمي او للانتاج الكبير لا احنا بنستخدمها في قسم العينة فقط لان هي ما بتستخدمش غير مع قصة طبقات قليلة وهكذا يبقى فيه اختلاف طبعا السرعة بتاعت كل واحد منها الضوضاء اللي بيصدرها الصوت بتاعه اه بتبقى ازاي والضغط ضغط الهوى في المكان بيختلف ده اللي احنا هنبقى محتاجين نعرف ونفرق ما بين كل نظام والتاني هنبدأ مع بعض في اول نظام زي ما احنا قلنا اللي هو نظام الدياموند بنقول ان هو زي ما هو قدامنا كده بيعتبر اكسر الانظمة انتشارا على المستوى العالمي بوجه عام طيب ليه ليه واخد الصفة دي او ليه واخد الميزة الاساسية اللي موجودة في دي بنقول لجودته الفائقة دي اول حاجة انخفاض سعره قياسا بالنظم الاخرى وبالكمية الانتاج اللي هو هيطلعها يبقى تاني بيعتبر اه نظام دياموند هو الاكسر استخداما او الاكسر انتشارا في اه الانظمة على المستوى العالمي ليه لجودته الفائقة لانخفاض سعره قياسا بالنظم الاخرى طيب شكل الطاولة بتاعت القص بتاعته او طرابزة القص بتاعته عبارة عن ايه نشوف كده مع بعض بيقول ان هي عبارة عن حزام سطحي متحرك يعني هي نفسها بتتحرك حزام سطحي زي ما قلنا اللي هو ممكن نقول زي سير جلدي متماسك كده زي ما قلنا ان هو بيرحلي من الاجزاء اللي لسه عليها الفرش نفسه بتاع الخامة اللي هي عدد الطبقات او الرصة نفسها قبل القص وبعد القص بنقول ان هي عبارة عن حزام سطحي متحرك بصورة اوتوماتيكية بتتحمل طبقات من القماش طبقات القماش اللي هي الرصة نفسها بيكون ارتفاعها قد ايه بتوصل لسبعين ملي متر يعني ارتفاع الرصة فوق الطرابيزة نفسها او فوق طولة القص بيكون ارتفاعها سبعين ملي متر وحدة التحكم بتاعتها بنقول ان هي متطورة وسريعة بتوصل لاثنين وتلاتين ميجا بايت وان هي بتستوعب عدد من الاوامر اثناء عملها زي ما قلنا ان انا ممكن اديها اكتر من امر في وقت واحد وان هي تشتغل بدون تعطين كمان ان هي تقدر اه تعمل في وجود اه نظام اللي هو الخاص بالكمبيوتر بقى نفسه اللي هو الويندوز من تمانية وتسعين لالفين واثنين وان هي تقدر اه تساعد في متابعة عملية القص على الشاشة او قدام اه قدام اه قدام العامل نفسه على الطبيعة اه ليه ليها مميزات ليها عيوب طبعا هيكون اه موجود كل ده اه ميزة او عيب في كل نظام من الانظمة بس الاسف هو وقت حلقتنا النهاردة اه خلص اه ارجو ان انتوا تكونوا استفدتم معانا عرفنا اه بوجه عام اه انظمة الاص اه الحديث ايه هي تكلمنا بوجه عام عرفنا ايه هي نوعيات الاجهزة المستخدمة اه حديثا والمتطورة في عملية الاص عرفنا الحاجة الاساسية الجديدة معانا اللي هو الاص بالكمبيوتر وعرفنا ايه هي المكونات الاساسية للاص بالكمبيوتر وتكلمنا عن اه الجهاز نفسه وتكلمنا عن الطاولة وتكلمنا عن اه السلاح وبرامج التشغيل وانظمة الاص عرفنا ان هي اه في حاجة اساسية وبتنقسم معايا لاربع تصميمات ابتدينا فقط ان احنا اه عرفنا ايه هي النظام دوا او ايه هو التصميم ده والشكل العام بتاع المنضادة بتاعته او الترابيزة بتاعته وان شاء الله نستكمل مع بعض المميزات والعيوب لهذا النظام والانظمة الاخرى في اه حلقاتنا القادمة ان شاء الله اه ارجو تكونوا استفدتم معانا والى اللقاء في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة